السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء. طلاب الصف الثالث السنة ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد. بنكمل في حل اسئلة كتاب لامتحان. نسخة عشرين اتنين وعشرين. اسئلة الباب التالت للتزان الكيميائي. النهاردة في الحلقة رقم واحد وتلاتين في الكتاب كامل. بنكمل فيها اسئلة الكتاب من صفحة مية تمانية واربعين لحد صفحة مية تسعة واربعين. اسئلة العوامل المؤثرة على نظام متزم. سهل رقم اتنين وتلاتين بقول لي وعبر عن احد العمليات بالمعادلة اللي قدام دي. ما الذي يجعل هذه العملية تنشط في الاتجاه العكسي? يبقى عاوزنا نمشي كده. عاوزنا نعمل انحلال لكابريتات النحاس المائية. بقول لي اضافة الماء. هو انا لو ضفت المية همشي التفاعل طردي. اضافت المية مش نافعة? يبقى حضرتك هتستبعد الاولى والتانية. طيب هتختار له ما بين بقى مين ومين? ما بين جي موديل. يبقى انت كده عرفت ان المية اضافتها هتخلي التفاعل بتاعنا يمشي في الاتجاه نهو. اضافة الماء هتخلي التفاعل يمشي طردي وان عاوز التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي. طيب لو انا سخنت لو انا سخنت هعمل عملية انحلال وعملية تطاير للمية يبقى ينشط التفاعل في الاتجاه نهو العكسي. يبقى التسخين معانا. يبقى حضرتك قلت لي الحرارة لو سخنا هتخلي التفاعل ينشط عكسي يبقى معنا وضفط الماء مش هتأثر يبقى الاختيار بتاعنا يكون جيد. مروح بعد كده للسؤال الرقم تلاتة وتلاتين. بولي هتحلل غاز اكسيد النيتروجين تابعا للمعادلة دي. ما اثر اضافة او ضخ المزيد من غاز الاكسجين في الدورة. الاكسجين ده ناتج. لما هزود ناتج هينشط التفاعل في الاتجان هو العكسي. فهنا بولي لا يحدث تغير في لون الخليط. لما ينشط التفاعل عكسي هيتكون عند الان اوتو والان اوتو الوساني اكسيد النيتروجين موجود في منهاج لونه بني محمر. فطبعا لما التفاعل ينشط ده هيتكون فالخليط لونه هيزيد. لبقى تزداد درجة اللون البني المحمر. يبقى الاجابة باق معنا. مروح بعد كده للسؤال رقم اربعة وتلاتين. بولي اجري التفاعل المقابل في وعاء مغلق. وفي ظروف مناسبة. ما التغير الذي يسبب زيادة معدل التفاعل الطردي والعكسي? التغير اللي بيؤدي الى زيادة معدل التفاعل الطردي والعكسي لم يذكر الا في حالة العامل الحفاز. العامل الحفاز هنا اللي هو مين? البي دي. طيب بولي تقليل الضغط الجزئي للاتش تو انا قلت لك دور على البي دي. زيادة الضغط الجزئي للاتو قلت لك دور على البي دي يبقى الاجابة بتاعتك الجين على طول طالما بيأثر في معدل التفاعل الطرد والعكسي يبقى على طول تشتغل على عامل الحفاز زي ما بزود مساحة سطح العامل الحفاز زي ما كنا بنستخدم النيكل المجزأ في ادرجة الزيوت عشان نزود سرعة التفاعل الكمية. وروح بعد كده للسؤال رقم خمسة وتلاتين. بولي ازا كانت طاقة تنشيط تفاعل طردي طاقة تنشيط تفاعل طردي. ليه بتبدأ من اين? ليه بتبدأ من عند المتفاعلات حتى رأس المنحنة. تفاعل طرد تساوي خمسين. يبقى طاقة التنشيط بتاعتنا بتساوي كام? خمسين. اهي. بدأت من عند المتفاعلات لحد قيمة المنحنة او رأس المنحنة. بقول لها قيمة دلت ايش لهزا التفاعل بتساوي سالب ايه? يبقى دلت ايش اللي هو الفرق ما بين طاقة المتفاعلات والنواتج. وبعدين بقول لسالب يبقى التفاعل بتاعنا تفاعل ايه? طارد. نرسمها تاني. اه ده المتفاعلات. هنطلع لرأس المنحنة. قال التفاعل بتاع طارد. يبقى النواتج تحت. اهي. قال لي دي خمسين. اكتب خمسين فوق. و دلت ايش بتساوي سالب مية. يبقى المية تحت. اهي. نقول لي بقى اي شكل من الاشكال ديت بيعبر عنها? هيبقى اي شكل من الاشكال بتاعتنا بيعبر عنها? هيكون الشكل اللي هو الشكل الاخير اللي هو الشكل دي. نروح بعد كده لسؤال رقم ستة وتلت. ستة سؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال رقم ستة وتلاتين. بقول لي هنا في النظام المتزن الاتي قدام نظام متزن اهو. ما الذي يزيح موضع الاتزان في الاتجاه العكسي? عاوز التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي. زيادة تركيز غاز الهيدروجين. لو انا زودت الهيدروجين. الهيدروجين هيخلي التفاعل ينشط في الاتجاه انه المشط التفاعل طارد. يبقى مش نافع. زيادة تركيز غاز ساني اكسيدين برضو هينشط التفاعل طرد يبقى مش نافع. تقليل الضغط تعال كده نشوف الضغط هيأثر ولا لا. عدد المولات هناك ست. وعدد المولات هناك خمس. لما بنقلل الضغط بنقلله عالصغير بنوحي حت الكبير. يبقى هنا كده عند تقليل الضغط ينشط التفاعل في اتجاه عدد المولات الايه? الاكبر. يبقى هو ده اللي هيشتغل عليه. طب لو زودنا الضغط بنزوده على عدد المولات الاكبر في التاجي ناحية عدد المولات الاقل فكده يمشي طرد يبقى مش نافع. يبقى الاختيار بتاع ناجين. ونروح بعد كده للسؤال رقم سبعة. وتلاتة. بولي من مخطط الطاقة المقابل. اللي قدامي ده. ما طاقة طنشط التفاعل العكسي? طبعا طاقة طنشط التفاعل العكسي هي الجزئية يا جماعة. بتبدأ من عند النواتج. لحد رأس الايه? المنحنة. اسمها طاقة رأس المنحنة. يعني لو عاوز اكتب كده طاقة طنشط التفاعل العكسي بتساوي. هتقول له طاقة رأس المنحنة ناقص طاقة النواتج. طيب مش موجودة. هو عطلنا دي كلها مية وسبعين. يبقى انا عاوز الجزئية دي بس. يبقى انا اطرح منها كام تلاتين? يبقى هتساوي مية وسبعين. ناقص كام تلاتين? هتساوي مية واربعين. اللي هو الاختيار بي. وراح بعد كده لسؤال رقم تمانية وتلاتين. بول ايا من الاشكال البيانية اللي اتيه. لو عبر عن عودة النظام. الى حالة الاتزان بعد نزع كمية اتش اول. ده كناتي. هنزع منه كمية يبقى هقلله. طبعا هنا قلت قلت قلت. يبقى هنا الشكل ده ما بنستخدمه. يبقى حضرتك لما بتقلل حاجة بتبان قدام كده. خلاص? طب لما بنزود حاجة بتبان كده. خلاص? طيب ليه الحتة دي? ليه نزل ورجع زاد تاني? لان لما بقلل حاجة التفاعل بينشط في الاتجاه اللي بيزودها بعد كده. خلاص كده يبقى حضرتك قدامك الف وبه ودال. طيب. انا سحبت ناتج. لما اسحب ناتج من حاجة التفاعل. التفاعل هينشط في الاتجاه. اللي يزوده تاني ولكن مش هيوصل لنفس القيمة. يبقى دي مش نفع. هيزوده تاني ولكن مش هيوصل لنفس القيمة. يبقى دي تنفع. ما يزيدش بقى عنها لان انت سحبته قللته من حاجة التفاعل. فالتفاعل هينشط ويزوده تاني ولكن مش هيعرف يوصله النفس القيمة بتاعته يبقى الاختيار بقى هو الاختيار الصحيح. السؤال رقم تسعة وتلاتين بل ايا من الاشكال البيانية الاتية يعبر عن معدل التفاعل عند اضافة عامل حفاز الى تفاعل انعكاسه متزم. عامل حفاز. بيزود معدل التفاعل. يبقى حضرتك هتستبعد ديت. لان هنا كده معدل التفاعل بتاعنا سابت. يبقى تستبعدها. طيب احنا لسا قللين من شوية. ده زيادة التركيزات. يبقى مش نفع. يبقى تختار له الشكل انه الف. يبقى الشكل الف خطرنا ليه? انه زود معدل التفاعل والتركيزات بتاعتنا مالها سابتة. يبقى حضرتك هتختار له الشكل. الف. وكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم. حلقة خفيفة لطيفة زريفة جميلة. عشان حضراتكم ما تزهقوش مننا. تزوجونا ان شاء الله في باقي الحلقات. ولكن زي ما اتفقنا يا شباب ياريت اشتراك في القناة. شير للقناة. لايك جميل. قبل كل ده. دعوة حلوة منكم. ربنا يفرحكم دايما. كل واحد منكم يحقق اللي هو عاوزه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.